توجى الآلام الصهيوني حضوره في ورشة البحرين بمقابلة مع وزير الخارجية البحريني خالد بن حمد الخليفة الذي أكد الانفتاح على كيان الاحتلال وعلى ما سماه الحقوق التاريخية لليهود في أرض فلسطين إضافة إلى تشديده على ما سماه العدو المشترك مع التل أبيب أي إيران يوجد لإسرائيل جزء من التراث التاريخي في كل هذه المنطقة لذا هناك مكان للشعب اليهودي بيننا ولا يجب أن نضيع هذه الفرصة عندما لم يحضر الفلسطينيون هذه الورشة فإن هذا يعتبر خطأ إيران هي التهديد المركزي على استقرار المنطقة ولو تركت الأمر للإسرائيليين والعرب لكانوا أقرب إلى السلام منذ زمن بعيد الدول الخليجية فضلت إجراء علاقات سبية مع إسرائيل وعدم الحديث مباشرة إلى الجمهور الإسرائيلي الذي يعتبر بنظر الكثيرين تطبيعاً وقد كسر وزير خارجية البحرين هذا الأمر المحرم وكرر إجراء مقابلة مع الإعلام الإسرائيلي الأوساط الصهيونية أعلنت أن ورشة البحرين مثلت إنجازاً كبيراً على مستوى التطبيع مع دول الخليج وفي إطار التحالف ضد إيران هذه قمة إقليمية ضد إيران ونحن نرى تحالفاً في الشرق الأوسط بريادة الولايات المتحدة ومع الدول العربية المعتدلة التي تريد تعزيز العلاقات مع إسرائيل هذا المؤتمر وفر لقاء بين إسرائيليين وشخصيات من دول عربية وقد قال لنا وزير خارجية البحرين إنكم لستم أعداء وفي مشهد بالغ الدلالة أدى عدد من أفراد الوفدين الأمريكي والصهيوني ومن بينهم المبعوث الأمريكي اليهودي جيسون جريبلات الصلاة في كنيس يهودي في العاصمة البحرينية المنامة وأنشدوا خلالها الأنشودة الصهيونية العنصرية المسمات شعب إسرائيل حي